نماذج اختبار نافذ مادة العلوم صف ثالث ابتدائي مع الحلول كما نجد في صندوق الوصف باقي نماذج اختبارات الوطنية نافذ مادة رياضيات علوم قراءة صف ثالث ابتدائي وصف ثالث متوسط وصف ثالث ابتدائي مع الحلول نستعرض الآن النموذج الثالث اختبار نافذ علوم صف ثالث ابتدائي مع الحلول الوراثة يطبق مقاطع السلالة للصبع انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء يوضح مخاطف أسلال الآتي سبع صفات لون أشهر الأسود كم عدد الأولاد الذين ظهرت عليه مصطفى الوراثية الإجابة الصحيحة جيم 2 يقارن بين صفات السائدة وصفات المتنحية ويعرف رمز الحروف لكل منها ويذكر أمس إذا عليها الصفة السائدة هي صفة تمنع صفة أقرأ من الظهور ومن هذه الصفات في نباتة بازلاء الوزر المجاعدة الأزهار البيضاء القرون الخضراء القرون الصفراء الإجابة الصحيحة جيم تميز الصفات الرئاسية عن الصفات المكتسبة ويقارن بينهما أي من الصفات التالية لا تعد صفة موروثة لون الشعر لون العيون طريقة الضعك لعب الكرة الإجابة الصحيحة لعب الكرة يحدد بعض العامل البيئية التي تؤثر على صفات المكتسبة الحيوانات ونباتات كمية الغذاء كمية الماء مقدار حركة الحيوان وحدد الصفات التي تأثر بالعامل البيئية الطول والوزن واللون أي من العامل الآتية تؤثر على صفات المكتسبة الحيوانات والنباتات كمية الماء كمية الغذاء ممارسة العلعب الرياضية جميع ما سبق الإجابة صيحة الحدال جميع ما سبق العلوم الفيزيائية وحدد القصائص الفيزيائية للمادة التي يمكن قياسها وحسابها ويبين وحدة القياس العلمية المستقدمة من الوحدات التي يقاس بها حجم جسم صلب منتظم الشكل هي المليمتر السنتيمتر المكعب الجرام النيوتن الإجابة الصحيحة باء السنتيمتر المكعب يميز المواد المختلفة في ضوء القصائص الفيزيائية المادة التي يمكن حسابها وقياسها كالكتلة والحجم والكثافة والطفو واللون ودرجة الغليان ما الخاصية لتحدد إمكانية انغماس جسم صلب في سائل اللون الحجم الكثافة القصاوة الإجابة الصحيحة جيم الكثافة يقارن بين المصلاة والعوازل فضوء قصائص الفيزيائية مدعما بالأمثلة أي ما يلي يعد من العوازل الذجاج الذهب النحاس الألومنيوم الإجابة الصحيحة ألف الذجاج يقارن من قلال النماذج بين حالات المادة الصلبة والسائلة والغازية من حيث حركة وقوة التجاذب بين جزئيات وتأثير ذلك على شكل المادة وحجمها فأي من الحالات المادة التالية تكون جزئيات أكثر طراصا الصلبة السائلة الغازية غير ذلك فالإجابة صحيحة ألف الصلبة يوضح التعييرات للتطرق على المادة بسبب تأثير الحرارة عليها ضع قطعة من الثمن في حالة الصلبة في إناء معدني وفقنها مادة تلاحظ تحول المادة في الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين تتحول المادة في الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بالتسخين تحول المادة في الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية بالتسخين لا يحدث شيء الإجابة الصحيحة ألف تحول المادة في الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين يوضح التغيير في تركيب المادة وقصائص ونتجة التفاول الكيميائي ويستنتج أن كتلة المادة تبقى محفوظة أثناء التفاول الكيميائي وعند تكوين المقاليط إذا أضفت 200 جرام من الطماطم إلى 150 جرام من القيار لضع ضيق طحن السلطة فإن الكتلة الكلية لها تساوي 150 جرام 200 جرام 350 جرام 50 جرام الإجابة الصحيحة جيم 350 جرام يفرق بين المخلوط والمركب ويعدد أنواع المخلط ويميز بينها ويعطي أمثلة على كل نوع منها منواع مخلوط الشاي بالسكر الغروي المغلق محلول مخلوط غير متجانس الإجابة الصحيحة جيم محلول بعرف المحلول ويحدد أجزاء ويصف تركيز المحلول من حيث النوعية مركز خفيف أو من حيث كمية مشبع غير مشبع المحلول هو مخلوط من مادة تزوب في مادة أخرى مخلوط مكووم من فلز أو أكثر ممتوج مع مواد صلبة أخرى مخلوط مكووم من أجزاء ينفصل بعضها عن بعض مع مرر الوقت مخلوط تتكون في دقائق مادة مشتتة أو منتشرة خلال مادة أخرى الإجابة صحيحة ألف المحلول هو مخلوط من مادة تزول في مادة أخرى يوضح مفهوم الزائبية ويسكر العامل المؤسرة فيها أي من العامل التالية لا تعد مؤسرة في زائبيت بعض المواد درجة الحرارة التحريك تفتيت دقائق المذار التبريد الإجابة الصحيحة دال التبريد لا تعد مؤسرة في زائبيت بعض المواد يميز بين الطرائق الفيزيائية المنتقدمة من فصل مكونة المخلوط أو المحلول ويعطي أمثلة عليها ويصف عملية التقطير ويحضر بعض التطبيقات الصناعية عليها أرادة فصل مكونات مخلوط من الدقيق والعد فما أفضل طريقة للفصل المغناطيسية النقل الترشيح التبخر الإجابة الصحيحة بها النقل تغيير التفاعل الكيميائي مستخدمة مع معادلة كيميائية محقق قانون حفظ الكتلة وحدد زرات أرنصر المواد المتفاعلة والمواد النتجة في المعادلة الكيميائية على الزرات الحديد المتفاعلة في هذه المعادلة الكيميائية هي 3 2 4 وغير ذلك الإجابة الصحيحة 4 وصلنا في التفاعلات الكيميائية ويعطي أمثلة على كل نوع منها ووضح العام المؤسرة في صورة التفاعل الكيميائي من مبوعة متنوعة من التفاعلات الكيميائية عندما تحلل خلايا أجزاء الطعام في أجسامنا يوميا فإنها تقوم بتفاعل اتحاد كيميائي الإحلال تحالل كيميائي وغير ذلك الإجابة صحيحة باء تحالل كيميائي يميز من التفاعلات المعاصلة للطاقة والطرد للطاقة ويسكن أمثلة على كل منها أي من التفاعلات التالية معاصلة للطاقة عملية البناء الضوئي شمعة مشاعر الكهرباء يستعمل في اللحام جميع الإجابات صحيحة الإجابة صحيحة ألف عملية البناء الضوي هي من التفاعلات المعاصلة للطاقة يعرف الخاصية الكيميائية وصنف العنصر الكيميائية تبعا لقصائص كيميائية مواد لامعة وقابلة للسان وتوصيل الحرارة والكهرباء هي الفلزات، اللافلزات، أشباه الفلزات، غير ذلك الإجابة الصحيحة الفلزات مواد لامعة وقابلة للسان وتوصيل الحرارة والكهرباء يميز بين الأحمد والقواعد ويسكن أمثلة على كل نوع منها أي من المواد التالية لا تعتبر من القواعد الطماطم، الصابون، الأمونيا، المنظفات المنزلية الإجابة الصحيحة الطماطم لا تعتبر من القواعد يعرف ميهة الرابطة الكيميائية وأشرح دورها في تغيير خصائص المادة الكيميائية وحدد المؤشرات الدالة على حدوث التفاولات الكيميائية أي ميالي لا يعد مؤشر على حدوث التفاولات الكيميائية تغير اللون انطلاق الضوء تصعود الغذات الزوبان الإجابة الصحيحة الزوبان لا يعد مؤشر على حدوث التفاولات الكيميائية يعد استعمالات الأحمد والقواعد وفق القصائصها يُعرَّف الكواشف وأذكر ممثلة عليها ويُوضِّح كفية الك 살짝 من خلالها عن الأحمض والقواعد يُعرِّ عصير الكروم بالأحمر من الأحماض lavor beast القواعدؤ ú وحيدظ يُعرِّك الرقم الهيدروجيني وحدات قيام حالي لبعض المواد الحمضية أو قاعدية أو متعادلة وصنِّفها يُوشير الرقم الهيدروجيني للحليب على الرقم 5 مِيعاني لأحماض ellas ومن القواعد متعادل غير ذلك القواعد reinforce خلالتهم تفاويل التحonder بين الحمد وقايدة لتكوين المالح ويسمى بعض أنواع الأملاح وعلى سأثقة استعمال تصعباتها 따�عمل كبيرتات الماجنيسيوم أملاح أبثم في حفظ الأطعمة التصوير طهر الحديد منع تعويض النقص في مستوى الماجنيسيوم في الجس الإجابة الأصحاب منع تعويض النقص في مستوى الماجنيسيوم في الجس تترضى استعمال كبيرتات الماجنيسيوم الحركة والقوى يميز بين القوى المتزنة وغير المتزنة وأصف أثرها على الحركة تتميز القوى غير المتزنة بأنها تغير حركة الجسم تؤثر في الجسم دون أن تغير حركته تعمل في اتجاه متعاكسة توقف الجسم ولا تغير اتجاهه الإجابة الصحية ألف تغير حركة الجسم